أما الآن نذهب إلى مجدي والأحوال الجوية تفضل مجدي صحيح الخير تحياتي ميسو صباح الخير مشاهدين الحديث اليوم سأحاول أن أفسح في المجال بقدر أوسع وأكبر أمام الصور في الحقيقة الصورة هي من ستتحدث عن نفسها بخصوص التقلبات المناخية التي كنا نتحدث عنها حقيقة من أيام بخصوص منطقة شرق المتوسط لن أطيل الحديث سأبدأ مع الفيديو الخاص بالأمطار التي تساقطت أمس تحديدا في الفترات المسائية على القدس نشاهد صور البارق وكذلك الرعد والتأثيرات التي حدثت خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وكيف تعرضت لها هذه التقلبات المناخية طبعا هكذا بدأت خلال الساعات الماضية أعتقد حتى هذه الصور لرام الله وليس القدس عموما سأشير إلى التوقعات المناخية الخاصة برام الله على خلفية هذه الصور بعد ذلك نستعرض القدس أيضا التوقعات الأمطار مستمرة هذه هي القدس بالفعل هذه هي القدس توقعات الأمطار بخصوص القدس إذن مستمرة على مستوى الساعات الأربع وعشرين مقبلة نحن نتحدث عن كمية أمطار تسر إلى أربعة مليمتر إذن كمية الأمطار كبيرة مستمرة في الأيام المقبلة نسبة حدوث الأمطار كبيرة يعني ليست محصورة فقط في الليلة مستمرة على مستوى الأيام المقبلة نتحدث عن نسبة تتجاوز الخمسين في المئة درجات الحرارة تتراوح ما بين 11 إلى 18 درجة مئوية وبتالي انخفاض واضح بدرجات الحرارة يترافق مع هذا المنخفض الجوي الذي تعيشه المنطقة واللاحظوا التأثيرات كانت قوية سواء بالبرق والرعد يعني عواصف رعدية ترافقت حتى مع تساقط الأمطار في الأمس في القدس أيضا الآن سنلقي نظرة على رام الله بعد أن نلقي نظرة على سوى القدس الآن إلى رام الله كيف بدت الصورة المناخية فيها بالأمس ونعلق على تواقعات المقبلة إذن هكذا بدت طبعا بسبب الفترات المسائية الصورة بفترات المسائية كان من الصعب التمييز ما بين رام الله والقدس عموما بالنسبة لرام الله على مستوى يوم غد توقعات قائمة نسبة كبيرة جدا لإحتمالات الأمطار 80% مرتفعة جدا وبتالي يرجح تساقط كميات كبيرة للأمطار يوم غد وحتى في الفترات الحالية نتحدث على اليوم أيضا ليس فقط يوم غد سرعة الرياح 3 كم منخفضة جدا الموضوع محصور فقط بتقلبات الأمطار الآن نشاهد حتى صور أوسع وأوضح للحالة المناخية كيف بدت أن سرعة الله لاحظوا صور الورق فعلا كانت تأثيرات قوية وتحدثنا عنها من أيام صور الأقمار الصناعي كانت تظهر هذه التقلبات المناخية بالفعل حدثت وكنا محظوظين لدينا الصور الآن عموما بالنسبة إلى دلجات الحلالة في رام الله هي أكثر ارتفاعا قليلا من القدس نتحدث ما بين 14 إلى 27 دلجة مئوية متوقعة في الأيام المقبلة فقط ثواني إضافية نستعرض المزيد من صور الأقمار الصناعي لما سيحدث خلال الساعات المقبلة لاحظوا التأثيرات المستمرة يبدو أن هذا المنخفض لا يخف أبدا حتى يتم دعمه من المسطحات المائية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط لبنان تحت تأثيرات كبيرة نتوقع المزيد من أمطار ولا شكل وصلتنا صور رح نستعرضها فقرانتهت مشاهدين ودائما في أمن الله وعماله ترجمة نانسي قنقر